أهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل من ساعة ما أعلننا مبارح أن ضيفي في حلقة النهاردة من الحال يوم هو رجل الأعمال الأستاذ إيهاب طلعت وما فيش حد بيشتغل في الإعلام أو الإعلان فيش حد قريب حد بيشتغل في الإعلام أو الإعلان إلا في ترقب واشتياق عشان يسمع الكواليس والأسرار خصوصا أنه معروف أن الأستاذ إيهاب طلعت واحد من أهم العاملين في هذا المجال اللي عنده خبرات كبيرة جدا في مجال الإعلام والإعلان وفيه بعض الناس بيسموه الإمبراطور وفيه بعض الناس بيشايلين ومسؤوليات حاجات كتير سلبية بتحصل في الإعلام والإعلان كمان هو حوار الأسرار حوار المصارحة ضيفي وصديقي العزيز وزميل كفاح في الإعلام طويلا جدا مش عايزة أقول لس كم سنة يعني بس كتير إزاكرا سهاب إزاكرا من أول جميل الله يخليك أولا يعني أول حاجة طبعا يعني ما كنتش حب أطلع في الظروف اللي فيها أخصان دي أول طالع لي في الحياة اليوم وده شرف لي أن أبقى في الحياة اليوم وأبقى مع حضرتك لكن طبعا الظرف اللي مصري بتمر بيه ده ظرف صعب جدا متأثرين جدا لكن هي دي الحياة ومسيرة الحياة لازم نكمل وخصان إحنا جايين نتكلم في كلام مهم النهاردة ونقول حاجات مهمة فعزقنا كله لبلدنا والمصري للناس والضحايا اللي وقعت في سنة أعتقد أن إحنا عدنا على حاجات أصعب من كده وكملنا الحمد لله فإن شاء الله حنكمل وحاجات دي مش هتخليني غير أقوى بإذن الله طيب قبل ما نخش في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل خليني أخد رأيك كده بصفة عامة بصفتك واحد في المطبخ الإعلامي إيه اللي بيحصل في الإعلام خلال سنة 2016 إحنا وصلنا تقريبا نصف السنة حالة عدم استقرار حالة فوضى شوية عدم استقرار مالي وإداري وفني قنوات بتتباع وقنوات بتشترى قنوات كانت ملء السمع والبصر حصت لها هزات كبيرة جدا ناس في الإعلام خرجوا بره وناس بره الإعلام دخلوا جوه ده إيه ده انت شايفون ده نتاج طبيعي لصناعة بالمليارات ولا شايف أن دفعا حالة عدم استقرار ممكن تنظر بعواقب وحشة هو مجموعة حاجات مش حاجة واحدة هو أولا طبعا المشكلة اللي بتواجهها مصر بقالها فترة إن الإعلام أصبح مهنة من ليس له مهنة إيه واحد بيقوله على نفسه إعلامي صحيح وأي واحد بيقول أي حاجة في أي حاجة ده حتى الناس اللي بره اللي بتعمل المداخلات يقولك أنا شفت أنا يعني واحد بيعمل مداخلة يعني الناس بقى عندها شغف بموضوع الإعلام ده بشكل رهيب آه فيه كرايسز آه فيه عندنا أزمة طبعا في الإعلام فيه أزمة في الإعلام الأزمة دي سببها أنا بشوف أو عدم الاستقرار المالي اللي سبب عدم استقرار إداري هو نتيجة المنافسة الغير شريفة في كثير من الأحيان اللي بتأدي إلى أن يحصل نطات في أسعار معينة ونتيجة المنافسة أنت بتضطر تنجرف إلى هذه الأسعار وبالتالي بيحصل دروبات هنا بقى بتخرج برا فكرة الجدوى الاقتصادية وده يسوي كذا وده يسوي كذا إلى منافسة مجنونة آه معين فيه حاجات أنت بتبقى محسوبة كويس وفيه حاجات الحقيقة الحقيقة بيبقى الغرض منه هو توقيع الناس مش الغرض توقيع الناس آه طبعا 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 أنت سمتها منافسة غير شريفة البعض أنا لازم أخد وجهة النظر الأخرى بعض يقول لك ما فيش حاجة اسمها منافسة غير شريفة ما فيش حاجة اسمها منافسة وأنا باستخدم أدواتي واللي معهوش ما يلزموش أنا بشتغل في الإعلام وأنا هنا باتكلم على بعض القنوات يعني وخالدينا أنا هاتكلم مع حضاكم منطقة الصراحة في 2011 وبعد الثورة يمكن في المنتصف الثاني ظهرت قنوات السي بي سي وكان ظهور قنوات السي بي سي وأنا هنا باتكلم والله بمنطقة الحيادية ليس تضامنا أو هجوما معها ظهور قنوات السي بي سي عمل نقلة مختلفة لأنه ضخف فلوش كتير وأنا فاكر وقتها حتى المهندس محمد الأمين صاحب القنوات مع مجموعة من العملين كان فيه نوع من المغالاة شوية في استخدام بعض الناس يعني اللي بتاكد عشرة تعالها دي 15 واشتغل عني وكذا وكذا ثم كانت القفزة المجنونة بدخول MBC مصر أنا بقول لك بمنطقة الأمانة وانت بقى فصر لي ده سبب إيه اللي هو أبو قرش بقى بعشرة هنا لما بتسأل بتوع MBC مصر لأنه هم اللي عملوا النقلة اللي حراج قلتها دي يقول لك هو ده السوق كده أنا معاه فلوس وبستثمر بيها وبعرف أجيب فلوس إيه اللي معهوش واللي مش قادر ينافس يطلع برا السوق لا هو الحقيقة الحقيقة لا لا ما فيش حاجة اسمها كده لو أنت اديت مثل بالCBC وبالموانس محمد الأمين طبعا CBC دخلت نفست بقوة لأنه كمان عندها هو الراجل جاب فريق إدارة قوي جدا فيه ناس كتيرة على قدر من الاحترافية اللي بيمثلوا الإدارة نهيك عن الإعلامين اللي جابهم اللي هم متميزين وهو بس عايزة اختلف معاك لو هو اللي بياخد عشرة لما تدلوش خمسة عشر تدلو اتناشر مش التاني بقى اللي بتكلم عليه حوتك عليه اللي بياخد عشرة تدلو عشرين وهو يا ريت احنا وقفنا عند الإعلاميين لا ده دخلنا كمان في الدراما وفي صناعة الدراما اللي هتوقع بقى إيه الدنيا ما هو ما ينفعش إن تامر عمل مسلسل السنة اللي فاتت نجح فيه فبياخد عشرة جنيه فنيجي نقول له عشرين جنيه مرة واحدة وتامر طبوحاته كان ياخد اتناشر بالكثير طب لما ياخد تامر كذا طب اللي جاب بقى تامر الورق الرجل اللي عمل الورق ده هياخد كام والمخرج اللي تامر عايزه هياخد كام وبقيت الكرو بقى مدير الإضاءة فبتلاقي حياتك الدنيا عليت بشكل تخيلي والناس مش عايزة تاخد بالها أو حزارها الناس اللي عايشين في صناعة الإعلام واللي عايشين في صناعة الدراما بازاي طب بما انك جبت سيرة الدراما السعار اللي احنا شايفينه في أسعار شراء الدراما ممكن بقى اي حال من الأحوال الفلوس دي ترجع يعني بنسمع عن نجمل واحد واخد عشرين خمسة وعشرين مليون نجمل مسلسل ما بقى تكلفة المسلسل كله هل فيه اي تسويق رمضاني غير رمضاني ممكن نرجع الفلوس دي بصة بي هي ما بتحسبش كده قوي يعني مثلا اما باجي بقول مسلسل اي مسلسل المال والبانون عشان ما نجيبش اسمها من جديدة المال والبانون حدش يقول ان انا بطفع مثلا خمسين مليون ولا ستين مليون جنيه في المال والبانون فانا حشوف الاعلانات اللي تيجي عليه تبقى خمسة وستين مليون جنيه لا هو المال والبانون مع الحلمية مع مسلسل رقفة الهجان دول بيعملوا نسبة مشاهدة للمحطة كبيرة فبالتالي الاعلانات بيتيجي على مجموعة نسبة المشاهدة في المحطة الفاكتش يعني ايه فما حدش بيقول ايه لو والله الحياة اليوم بتكلفني كان بتجيب اعلانات قد ايه فلا اكده مخسرني ماكملش لا ده الحياة اليوم ممكن تكون بتجيب اعلانات اقل مثلا طبعا وهي طبعا دي مش الحياة الحياة اليوم اهم برنامج بيعمل اعلانات ما شاء الله واخد دا لحاتك انما الحياة اليوم موجودها مهمة جدا في ارتفاع نسبة المشاهدة في المحطة دي وبالتالي حصة الاعلان او نسبة الاعلان للمحطة دي بيزيد فهمت تحسبش كده لكن بنقول حاجة تانية بنقول ان مش حينفع بقى ان صنعت الدراما وده اللي بقوله ان نبص نلاقي زي قصة الغنى الارتفاع اللي حصل فيه النجوم الغنى بشكل تخيولي اسمه مبالغ فيه مش حقيقي افتراضي وبالتالي انهارت الصناعة صحيح نفس الكلام بالنسبة للسينما لو انت متذكر الموضوع برضا طفرة اللي حصلت ايه هو ده اللي وقع والدراما في الطريق لو الناس المنتجين الكبار وانا بحسوهم من هنا والقنوات المصرية لازم تاخد بالها من الكلام ده كله لان الدراما هتروح للانهيار لو مش دلوقتي ولا السنة الجاي هبقى كتير طب انت متحسوهم يعني المنتجين لازم النوع لازم الناس كلها تقعد مع بعض ونبقى شايفين الخطر جاي منين وتعمل تحليلات وتعمل دراسات ونشوف الدنيا عامل ازاي ولازم الناس تتكاتف وبعدين النهاردة انا لو نجم دراما او ممثل او سوبرستار لازم ابقى شايف ان انا ممكن مش معنى كده ان انا فلان بياخد كذا فانا لازم اخد كذا انا ممكن اخد كذا السنة دي احسن لمقع ما نعمل مسلسل وبعد كيف حتش طلبني بس انت عارف بيقولك انا بحافظ على سعري ماينفعش فلان اللي زي وقال مني يا اخد اكتر وانا اخد النص ما هي في النهاية برضو محافظة على السعر زي اللي ما بيحصل عندنا شوية في سوق الاعلاميين يا فندم ما هي بتحسبش والله كده هم بيحسبوها كده ما هو ده غلط لان انت واحد من الناس اللي حتساعد على انهيار هذه الصناعة بالطريقة دي يعني انا في رمضان اللي فات كنت قاعد مع فنانة كبيرة بدون ذكرى اسماء من اللي بياخدوا يعني مسلسلات قمة في رمضان وقالت لي انا باخد كذا السنة اللي فاتت فجأت ان فنان الفناني اللي هو قالت لي كده من دور ولادي قالت لي كده من دور ولادي واخد 25 مليون وانا واخد 10 ولا 11 لا ماينفعش لأي اي اي انا حطلب 20 فهي هيعملوها كده اطلوبي طبعا ما احترامي دي اي 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 اخد اطلوبي وحتى لو خدت مرة مشتازية تانية واني المشكلة مش فيها هي بس المشكلة ان كل صناع العمل الفني ده بيزود بناء على اللي هي بتزوده مليون في الماء وبالتالي بيرتفعل نهيك عن ان بقى كمان بقى عندنا مشكلة مالية اللي كنا منتكلم عليها مصبوح ان خلاص انتشر حكاية ال ايه ال ال اتدفع على فترات طويلة وانا واحد من الناس اللي ما بقدرش ان انا برضو حتى اوفي نتيجة حاجات معينة يعني حاجات معينة تانية احنا هنتكلم عن التدفقات المالية بس خلينا عشان نقف القصة الدراما اه قل لي واشرح للناس فكرة شراء المسلسلات لرمضان بيتعمل ازاي سواء من القنوات او من الوكالات الاعلانية خصوصا ان احنا اسمعنا في فترة اللي فاتت ان حصل لعب وحصل ناس وهمية شركات وهمية او كينات وهمية دخلت اشترت لمصلحة ناس مش معروفين وحصل لعب وفي مسلسلات كانت قنوات متعقدة عليها ما لقيتهاش في جعبتها ايه اللي حصل الشهرين اللي فاتوا بصة بيه هو خلينا نقول من الاول كده اه يعني بفضل ربنا صحانه وتعالى انا اول واحد جيت في سنة دعت الانتاج والتحد الاذاعة وتفزيون قطاع الانتاج بس كان الغرض ان انا بنتج له انا ما بنتجش لان انا منتج انا راجل بتاع اعلانات انا بنتج عشان المحتوى اعرف اجيب عليه شغل اجيب عليه اعلانات ده الاساس عندي حلو وبالتالي هي بتبقى محسوبة بالنسبة لي انا تامر امين ده سيبقى البطل بتاع المسلسل بتاعي انا عارف اجيب عليه اعلانات قد ايه يبقى إذن الغرض مش إن أنا منتج الغرض إن أنا راجل رايح على حتة اللي تخصني اللي هي الإعلان أنا منتج السنة دي كبرومو ميديا مسلسل واحد إن شاء الله بإذن الله ربنا إن شاء الله يوفقه ونشوف ده الغرض منه إيه المسلسل ده طبعا أنا الحمد لله كسبان منه كشركة وكويس وطبعا مستوى عالي وكل حاجة الغرض منه أساس أنا بالنسبة لي إنه هو هيتحط على الشاشة اللي بسوأ عليها إعلانات وبالتالي حيتحلي فرصة إنه عرف أسوأ عليه إعلانات ده الغرض دخول بقى يعني كل منهب ودب مش السنة ده من زمان كل منهب ودب يخش ينتج قالك دي بتكسبت جماعة فتحاتك زي ما أوتو ماركت زمان عمل زي صلت البلياردو فكله فتح بلياردو اللي عمل ساندوت شات عربيات بقى كله يعمل ساندوت شات اللي عمل بيت بيتك بقى كله يعمل توك شو ما هي كتا يعني هي العملية جماعة وبالتالي أنا بقول لحضرتك لا إحنا راحين في حتة صعبة جدا 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 الدراما النهار ده جرز طيب مين اللي بيخش على القنوات يعني أنا مثلا الحياة ولا أون تي في ولا النهار ولا السي بي سي أنا بتعبن مع مين عشان أخد مسلسل لرمضان بروح للوكالة الإعلانية بتاعتي يقول له يا أستاذ إيهابنا سمحت أنا عايز خمس ستة تشكيلة كنا من مسلسلات كويسة كوميدي على دراما على مش عارب إيه على نجوم حلوين وكذا تصرفوا هاتهم لي ولا أنا بتعامل بطريقة مباشرة وبعدين بجيب هم لك أقول لك سواء هم خلينا نكون أكثر تحديدا وأكثر صراحة هو النهاردة القنوات ذات نسبة المشاهدة العالية أو اللي هي بتشتري في مصر بأرقام كبيرة ومسلسلات عادتها كبير هم أربع محطات أم بي سي وليها وكيل إعلاني مش تابع لها تمام ولكن في شراكة استراتيجية بينهم أوكي خيس قناة السي بي سي وهي نفس القناة بتملك وكالة إعلانية أو وكيل إعلاني فيوتشر ميديا هو هو نفسه النهار وبرضو بيملك وكالة وكالة إعلاني هو بيملك اللي بيملك هنا وبيملك هنا وميديا لاي والحياة وهي بتتعامل مع برومو ميديا اللي هي مختلفة عنها خلص تمام طيب اللي بيحصل إيه؟ مش مختلفة عنها يعني مش طبعها لا معصود يعني مش مملوكة للبحث هو ده اللي أصود النهاردة اللي بيحصل المفروض وده بيحصل مثلا بيني وبيني الحياة على سبيل بيحصل تنصيق في الشراء بتاع لو بتكلم على الدراما أنا مساح على الدراما بيحصل تنصيق إن إحنا آه ده كذا ده كذا إحنا نشتري ده ده كويس طب إيه رأيك سيد محمد سمير فأقول لي إيه رأيك يا إيهب كده بنوصل لمنطقة وهو اللي بتاعقت المحطة اللي بتتعقت محطة اللي بتتعقت طبعا المحطة اللي بتتعقت هي صاحبة المحتوى هي اللي بتتعقت طبعا مش الوكالة لا 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 الوكالة أنا حتى لما رحت بيعت لقناة الحياة المسلسل مش إننا الوكيل اللي قالنا إحنا شركة أنتاجة المنتج ولو ما كانش عاجب الأستاذ محمد ما كانش عاشتريه طبيعي بس هي القصة إنه وانا هنا بسألك برضو طلعنا أنا برأة الحياة أنا بكلمك بصفة محيدة هنا إنه في هل في حصل دوبيكيشن حصل إزدواجية في التعامل ما بين الوكالة وقناة الحياة أنت عارف إنه فيه دروب في المسلسلات حصل في قناة الحياة سببه القناة بتقول إنه الوكالة فيه ناس ألونا إنه عرضين عليكم مجموعة من المسلسلات والأستاذ إيهاب قال أنا جاي بمسلسلات فوجينا أنا بعضها راح لأون ومجاش هنا في حين إنه إحنا كنا نتكلم عن القناوات دي جايالنا إحنا ويمكن أنت كنت معانا إيه اللي حصل هل كان فيه أكتر بحد يتكلم باسمه برومو ميديا لا والحقيقة هذا الكلام ده عاري تماما من الصحة أولا إحنا المسلسلات يعني الأستاذ محمد هو المختار على الفكرة ما فيهش دروب على الفكرة في المسلسلات وأنا بأكد قناة الحياة زالفل بروموات هاي موجودة يعني فين مسلسل القيصر لا مسلسل القيصر ده دي قصة تانية خرصة يعني لو عايز تتكلم على مسلسل القيصر أنا أقول لحضرتك اللي حصل في مسلسل القيصر مسلسل القيصر ده من أول يوم ده مسلسل النجم نفسه يوسف الشريف هو شغال مع قناة الحياة بقاله فترة نظبوط وعنده هو يعني نجح زي ما تقول مع قناة الحياة والمسلسلات اشتيافت يعني التركيبة التركيبة آه يعني الكيميا رجبت كده وبقى نجاحه مرتبط بالقناة حصل للأستاذ يوسف لما الموضوع نجح نياس جا تكلمته ورفعت له أجره وهو اتعاقد معه ناخد بالحضر نزل ليها قنوات لا منتجين منتجين طيب تمام منتج ورفع أجره وفضلوا الحقيقة القصة رايحة جاية ما بين الحياة وما بين المنتج عشان يخلصوا هو انتاج مشترك على فكرة تمام بين اتنين منتجين ما بين الحياة وما بين المنتج عشان يخلصوا الحاجة كويس الحقيقة ان انت بي كانت لغاية اسبوعين فاتوا كانت مملوكة للمهندس نجيب ساويرس فقط وانت بي ما كانش في حساباتها خالص واحنا قاعدين لان احنا في الاخر بنوعة فريق عمل والمهندس نجيب معنا احنا من الاول مقررين ان انت فيه حيبقى تواجدها يعني بسيط جدا في رمضان وكنا مكتفيين بالكورة وهي عمره ما كانت بتخش في السباق الرمضانية اه خالص يعني واخذ برحتك وحتى موضوع دلوقتي كنا عاملين كان عامة لطيفة كان الخريطة كانت كلها حتى بث المباريات الدوري العام مع الكابتن متحق كان حيعمل حاجة الاستاذ ساميش صابري كان حيعمل حاجة حاجات كلها عندنا كان فكري كده نعيد الحاجات القديمة بطريقة لطيفة وبتاعه تقديم بس الى ان القناة اتبعت المهندس نجيب قرر انه ويبيه وصاحب القناة ومن حقه هو طلع بيان وقال الاسباب اللي باع عليها اللي هي في الاصل هي اسباب مالية لانه طبعا الراجل مش قادر دلوقتي اوراقا هو ما يستثمرش دلوقتي في القنوات العامة ولا انها محتاجة بس هو لمح انها مش مالية بس لانه هو لمح قالك بقى كمان عندي مشاكل جابتلي ايه جابتلي وجع دماغ سياسي جابتلي صداع سياسي وقال ان انا كمان مش عارفة نفس لان انا ما عنديش برامج اجتماعية اه منوعات منوعات لان دي حاجات مكلفة برامج الفورمات دي مكلفة مش معلاء كمان مواصل نجيب ما قادرش له المواصل نجيب يقدر يعمل الكلام ده لكن هو النهاردة رأى ان الاستثمار ده قد يشايفه ان هو غير مجد ان هو يعمل قناة على اعلى مستوى قناة عامة وبالتالي هو النهاردة خد القرار اللي هو قاله في اول بيانه هو قرار واضح جدا انت هنا بيبقى ليك دور كوكالة برومو ميديا وانت المسوق اللي اعلاني اللي انت فيه بيبقى ليك دور سواء مع البائع او مع الشاري لا خالص طبعا خالص ازاق ده لو انت بتبيع شاقتك ممكن ما تقولش لعلى اخوه اما تبيعت بتقوله انا ليش دور خالص خالص ماليش راكل بيبيع بحطته ايا كان السببب وحتى الشاري اللي بيجي اللي هو الاستاذ احمد يبواشي ما بيروحش ده الستاذ اللي ابطلعت تقوله تبدي لوقت انا هشتري هنعمل ايه الاقتصاديات عاملة ازاي تقدر تجيبلي كم تعملي ده وان بين مفيش باشتري وبعدين ما اتعامل خالص ما هو انا الحقيقة ما كنتش دور لي لا دور في البيع ولا في الشرق وسمعت زي زي الناس وده طبيعي وانا ده متقبل انا مش مصدقها قوي والله عارف ليه لما عرفت بها ابطلعت مش عشان الاخبار بتقول كده ممكن انت معرفتك بها ابطلعت بس انت ما تعرفش نجيب سويلا انت ما تعرفوش يعني لا بس انا عارف العيه كاميروانس نجيب سويلا لا انا فاهم يعني يعني انا عارف انه ابطلعت وجوده في اي قصة ما بيبقاش ما بيبقاش طرف متفرج لا حبيب دي اصلي بس راجل بيبيع قناة هو النهاردة لقى ان ده وقت مناسب ان هو يبيع القناة ايا كان الاسباب اللي هو اعلنها على فكرة هو راجل اعلن لا ما عنديش مشكلة خلاص انا مليش دخل انا النهاردة راجل مسوق وكنا دايما فصلين لدرجة ساعت كنا حتى بنختلف يقولي لو مش هتجيبلي شغل على اون تي في طب انا اشوف حد اقول له لو ما اتفقناش يبقى شوف حد يعني العملية اه في اون تي في وفي البرومو ميديا اما كان الموانس نجيب مالك للمحطة لكن كنا بنختلف في حاجات كتيرة لكن نفصل ما بين برومو ميديا وما بين اي وسيلة لان الحقيقة انا مسؤول عن برومو ميديا صحيح انا مش مسؤول عن اون تي في ولا على بيع اون تي في وصدقني انا ايه مصلحتي انا ايه مصلحتي النهاردة ان قناة الحياة يحصل انا ايه يحصل لها دروب اكيد لا اكيد لا ولا الموانس نجيب ولا برومو ميديا عندهاش مصلحة بالعكس تمام قناة الحياة احنا منشغل معها بس هو طب خلينا نتكلم هنا بقى بالورقة والقلم يعني المفروض فيه انت عارف فيه مبدأ اسمه conflict of interest يعني تضرب المصالح لما كان الاستاذ مهندس نجيب سوريس يملك اون تي في قبل ما يبيح من اسبوعين هنا يبدو نظريا ان فيه تضرب مصالح هو يملك قناة ويملك وكالة تمام وفيه قناة تابعة للوكالة اللي هو المسوق بتاعها بالمنطق كده الاستاذ نجيب سوريس يبقى مين عنده اهم اون تي فيي ولا الحياة ارد بالمنطق ارد بالمنطق طب اولا يعني المهندس نجيب سوريس عنده قناة اون تي فيي قبل احنا ما نتعاقد مع قناة الحياة تمام وموجود ان احنا كنا المسوقين لقناة اون تي فيي لما جينا تعاقدنا مع قناة الحياة صح طيب اكيد القائمين على ادارة قناة الحياة كانوا شايفين في هذا الوقت ان القصة وكانوا واخدين بالهم يعني الناس بتوع ما شاء الله عليهم يعني لا تمام يعني شايفين وفاهمين كل حاجة يعني مفيش حاجة فاتت عليهم لكن انا بقول حاجة تانية مهمة جدا ان هو النهاردة قناة اون تي فيي بطريقتها دي هي مش منافسة لقناة الحياة يعني ما كانش فيه تنافس بينها وبين قناة الحياة دي كانت قناة اخبارية سياسية كانت بتنقل احداث اللي درجة كانوا بيسموها سيان ان العربين او العرب يعني طبعا او المصريين النهاردة مفيش اي تضارب بين قناة لها توجهها السياسي والاخباري وقناة لها توجه اخر عامة بمجموعة شبكة قنوات الحياة معروفة طبعا عنده قناة عامة وعنده قناة تانية برضو بكملة للقناة العامة الاخرى وعنده قناة مسلسلات فمفيش حاجة تقول ان فيه تضارب مصالح ما بين تسويق برومو ميديا لقناة الحياة او لقناة اون تي في بل بالعكس لما جينا حتى عملنا موضوع الكورة بالاتفاق طبعا وبالتفاهم كان الغرض هو ايه وموضوع الكورة ده كمان من حاجات المهمة اللي عايزين نتكلم فيها هو ان التكلفة كانت كبيرة فكانت منقلل من التكلفة على قناة الحياة نشايل هاتفل اه تانية طبعا فكانت قناة اون تي في وطبعا استوديو الحياة لو ستايل تاني سيف زاهر بحازم بالناس بالناس والكابتن متحد شلبي يعمل في اون تي في ولو ستايل تاني ولو نوع مشاهدين تاني والحقيقة ان الموضوع لصراحة كده ما ملتش شوية لستوديو متحد شلبي العكس هو صحيح الارقام موجودة تبين يعني طيب يعني لا متحد تضرب المصالح ده كان موجود وقت ملكيتك لتاني انا عمري ما ملكت تاني عمرك ما ملكت تاني عمري برضو كنت مسوق بس اه طبعا عمري ما ملكت تاني حياتي ما ملكت تاني خالص خالص رغم كل كلام انه كان موضوع انه اصبح انا كلامي في الاعلام ده لو حتك عارف احنا لو عايزين نطلع كل يوم هنطلع كل يوم صحيح هنقول كل يوم هنقول كل يوم لا احنا كلامنا لا احنا عمرنا ما كنا بس مش كل حاجة بتتقال في المواقع الالكترونية اه نقول عليها ولا نتكلم ولا نرد احنا مرد بالشغر تاني عمرنا احنا طول عمرنا مسوقين لقنات تاني عمرنا ما كنا انا لا فرومو ميديا ولا ايهاب طلعت عمره في حياته ما كان مالك بيملك قناتين خالص في حياتي ما كانش فيه تضارب صالح عكس هو الصعيح ليه بيقول لا ده انا عايز اقوله احطك على حاجة تاني النهاردة الحمد لله بفضل ربنا من ساعة ما انا اه يعني اه اتشرفت ان انا بسوق قناة الحياة اه وانا شايف اني انا الحمد لله قناة الحياة النهاردة في التراك السوق الاعلاني تاخد حصة كبيرة جدا كانت هي ممكن متأخرة نظير حاجات معينة اه مش وقتها هنتكلم فيها لكن من اول 2015 توضع التاني بتادي تتحق على التراك من 2016 للنهاردة لا قناة الحياة طايرة اعلانية الحمد لله الحمد لله حمد لله عشان نقفل الملف فتحناه بيقولوا في قناة تاني ان ايهاب طلعت بعنا انت بعتهم يعني ايه بالزبط لا مش بعنا فلوس اه بعنا يعني اه وقعنا في السوق كان احلام وخطط وطموحات وكان عندنا البيت بيتك وكان عندنا برامج وكان عندنا الكورة وعندنا كذا مرة واحدة سلت ايده ومشي فوقعنا وفيه فلوس مديونية مش عب حاجة وسبعين مليون ده ليه احنا عندهم هم فيه مقاويل بقى مختلف لأ فيه في الغرفة مع فلوس لأ ماشي طب اقول لك هما دلونا ونحن علينا فلوس لهم اه طيب لما احنا علينا فلوس لهم اللي عليه فلوس بيدفع للتاني ولا ل التاني اللي بيدفع للتاني اللي عليه المفوض يدفع طيب لما هم حضرتك اه من شهرين الدونة من ضمن الفلوس اللي عليهم الدونة لستوديو اللي كابتن مت حتقعد فيه ده النهاردة ده جزء من مدينياتهم لو انا عليك سبعين مليون جنيه هيدوني للستوديو اللي بتكلم مجنون والمستمع عائلة فلو انا النهار ده كبرومو ميديا علي فلوس ليهم طب بيدوني للستوديو ليه على فكرة الموضوع ده متداول الآن في غرفة صناعة الالام وإحنا قدمنا المسانات اللي تزمت ان احنا لينا 63 مليون جنيه وكمان اتطرح السؤال اللي حطك قلته لانهم ما قالوش في الاجتماع بتاع الغرفة ما قالوش ان ليهم فلوس اول مرة اسمع يعني بيتردد اول مرة اسمع هو ما بيقولوا لا احنا معلناش خليت بيهم بالبلد ازاي خليت بيهم يا فندم وإحنا سحبت كل حاجة ومشيت يا فندم وانا كنت مديها لك ببلاش ولا كان مفروض تدفع فلوسها يعني الدوري ده انا مديه لحضورتك ببلاش ولا انت مفروض تدفع في التزامات في عقود ما انا ممكن استنى زي ما الناس بتستنى علي انا كمان استنى عن الناس شهر اتنين تلاتة انما فيه التزامات ما حدش بيستنى استنى كتير اولا احنا كان رأينا كله برومو ميديا استشاري في كل حاجة ولو حاطك فتحت موضوع تن لا خلينا نسهب فيها بقى عشان برضو الناس انا او مرة اتكلم في موضوع تن ده على الملأ في قناة محترمة وفي برنامج محترم زي برنامج حضرتك يا فندم العاملين على قناة التحرير مسؤولينا قناة التحرير جم طلبوا من برومو ميديا انها تسوق في المنتصف التاني من 2014 كويس فاحنا قعدنا معاهم ادارة الشركة قعدت معاهم وطلبنا منهم وسألناهم سؤال واضح وصريح اخوانا انتو النهاردة عايزين تبقوا قناة من المصاف الاول ولا هتبقوا زي ما انتو وضعوكوا الان يعني معنى كده ان فيه ضخة هيحصل من الملاج بتوع القناة عشان نبقى قناة منافسة ولا لا لان دي هتحدد بناء على كده احنا هنقبل نسوق القناة ولا مش هنسوقها وده حاجة تجارية وقرار تجاري بحت فقالوا لا ده احنا واللي مش قال لي واحد ده قال لي تلاتة موجودين في وجود ادارة الشركة عندي قالوا لا ده احنا عايزين ننافس القنوات الاربعة الكبرى وحنضخ في السنة ارقام زي اللي هم بيدخوها من خبال حضرتك ومن هنا تشجعنا قلنا طيب لو في الحالة دي احنا عن ساعتكم ان احنا نوصل للمرحلة اللي انتو عايزينها بخبرتنا اللي موجودة دخلنا ومشينا وحطينا الافكار بتاعتنا والدنيا بتاع وتين انت متفاكر وقتها الدنيا بتادي تتكلم عن انها بروميسنج وانها جاية يعني ما ما فيش محطة من اول يوم بتطلع بتبقى انبرا واحد بتبقى ده ده استثمار طويل الاجل في الصناعة تمام كل حاجة عملت برأيهم وبموافقهم لحد لحد ما هم ابتدوا ضخ الفلوس يقف يقف ضخ الفلوس يقف يعني ايه طب ضخ الفلوس ده مش مبني على سيركل ان انت كمسوق اعلان بيتجيب لهم الفلوس ما انت خليتهم يشتروا الدوري ده لما تبقى قناة الحياة فانت ديها واحدة بيهم هو انت النهاردة عايز حضرتك من اول يوم كده من اول طلعة من اول قناة بقى لها شهرين تحط جنيه فتاخدوا ثلاثة جنيه كان بقى كل الناس اشتغلت في الاعلان لو هو الموضوع سهل قوي كده اصلا مش عقارات ولا معرض عربيات دي صناعة بيه هما ما صبروش وفقا لكلام ديها بيه انت راجل اعلامي ومهني وفاهم الكلام ده وسستاني مفيش حاجة اسمها في الاعلام انا من اول يوم ايل حنجيب ايه وحليعمل ايه وطموحات ايه وفي عقود محددة للعلاقة اللي بيني وبينك انا مولت لكش هي مش قناة الحياة مثلا انها من اول يوم انت النهاردة قناة الحياة وضعها زي اول ما ابتدت اكيد لا مستحيل اتضخي الاعلاني والطلب الاعلاني بتاعها زي ما اول ما طلعت اكيد لا قناة مبسي مصر وضعها اول سنة 2012 ما هو ده انت بتبني وبعدين بتاخد انما من اول يوم بقولك بقت خلاص بعمل ما ده اللي انا بقول لحضرتك انه اي واحد يقول اي حاجة في موضوع الاعلام ده فالدنيا بقت سهلا انت عايز تحط عشرة جنيه فتخدهم بعد شهرين اتناشر جنيه او عشرة جنيه بضل زي ما هم طيبعا الكلام مش مبسي خلدينا نقف الملف تاني انا عندي فاصل اعلاني حبيبك حبيب ايه وعت الكل لا انا بقول لك اهو انا بقول لك والله احسن برنامج واقوى برنامج الحمد لله طيب السؤال اللي انا كلمته في النص وانت فسحتني فيه هم ما فسحتك لا لا فسحتك طيب انا سألتك بالنص مش عارف ايه وطيب المصالح وكذا وكذا فحسيت من كلامك ان فيه نية لقرار او قرار تخذ او ربما يتخذ فسألتك مباشرة هتسيب تسويق اون تي في فدخلت في براوليش والله السؤال سمعته اهو سؤال اهو يا فندم احنا قناة اون تي في علاقتنا التعاقدية نظير ان احنا كانت تعاقدنا مع شركة هوا المملوكة تعاقدنا ينتهي في واحد وثلاثين خمسة نهائيا واحد وثلاثين خمسة ده هو ده ايو فندم تعاقدنا ينتهي تماما خد بال حضرتك فيه كلام من الشاري الجديد بصها بيه اه طبعا فيه كلام واحد اتكلم اه ساذ احمد على فكرة احمد صحبي احمد صديقي نتقابل ايو احنا انت عارف ان احمد صحبي مش النهار ده ما تقولش بقى نتقابل فين بس لا طيب يعني التعاقد الرسمي ما بينك وما بين الشركة المالكة لقنوات تن كمصوّق لها ينتهي واحد وثلاثين خمسة انتهاء عادي مش فسخ لا ايوة فندم لان هو النهار ده لابد ان احنا نتعامل مع المالك الجديد تبقى لطلباته هو عايز بقى يشوف ايه هو يا راجل النهار ده فاتح على كل الأسواق بس لسنا ما فيش قرار لا لا فيش قرار انه فيش حاج خالص لا 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 فيش حاجة لو في حاجة هنعلنها مين بيقدم لمين انت اللي بتقدم لابو هشيم عرض جديد ولا هو اللي بيقدم لك عرض يستعين بيك لا يا فندم هو العلاقة هالفكرة هي العلاقة بين ابو هشيم مزا ما انت عارفها بيني وبينه محترمة جدا ورابل صديق وعزيز وشاب محترم وصاعد وجميل والعلاقة كمان بين نجيب وبين احمد كويسة جدا وقال له احنا نشوف احنا ممكن نتعاون ولا حنقض المهانس نجيب ساوليس قال لك اساسا انا مش هاي لأحمد شيلة انا مش فق عليه فيها ومدينه فرصة للتراجع هشوف العلاقة عنه ايه 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 اصح قال له جدا قال له اه لسه برضو عندك اي وقت عايز تراجع انا رجع لك لا يا فندم الموضوع ده اوات محسومة هم كمان بيشوفوا ناس تانية وده اللي انا بسمعه كويس وخلي بالك عشان ايه انا واحمد احنا بنا علاقة تعقدية في اليوم السابع احنا احنا احمد طبعا عنده مجورتي في اليوم السابع عنده الحصة الغالبة في اليوم السابع وانت مصوق الاعلان تمام لكن هو الحقيقة احمد مش متدخل معنا جدا انا بتعاملاتي مع الكاتب الصحفي الكبير خالد صلاح هو رئيس مجلس الدراء ورئيس تحرير والتعاملات اليومية بيني وبيني الاستاذ خالد اكتر اكتر يعني او هو بتعامل معاه في موضوع التلفزيون هو برضه موضوع جديد عليه احمد الحقيقة انا ما شفتوش من ساعة ما طيب يعني الخبر انه العقد بينك وبين شركة هوا واحد وتلاتين خمسة واحد وتلاتين خمسة وحتى الان الملك الجديد اللي انت فيه هو بيشوفك ويشوف اخرين بيشوفك هو يعني هو من حقه يعني من اللي هو عزه طبعا هو اللي في النهاية اللي مش ممكن نعمله ان احنا كل الدعم نديل احمد ابوهشيمة يعني احمد ابوهشيمة كإنسان وكراجل محترم انا راجل صديق ليا وكل حاجة لكن ده مليش جعب البزنس صالح برو ميديا حيتعمل اكيد صالح برو ميديا حيتعمل ودينا الفصل واحنا واحد تلاتين خمسة ينتهي التعاقد ومفيش اي حاجة بيني وبينهم حالي وقا هنروح لفصل اعلاني وهيرجع عندنا وقت قليل عشان كوميدي مش هينفع نتأخر عنه علشان ده بث المشترك ما بيننا وما بين بيروت بعد الفصل لسه عندي ملفات كتير هنسأل عن فكرة نسب المشاهدة ومين اللي بيحدد نسب المشاهدة لان دون الوقت بنتكلم عن انه البرنامج ده بيجيب نسب شهر فبالتالي اعلاناته كذا فهيسوى كذا بس هو الاساس المعيار ده مين اللي بيحددوه ومين اللي بيقيمو على اي اساس هنتكلم عن فكرة ما يقال عن بيع قنوات الحياة وهنتكلم عن علاقة برومو ميديا مع قناتو الحياة اللي شادت شايفت شوية أبسان داونز خلال الشهرات الشهور اللي فاتت سمعنا انه قنات الحياة متضايقة من عدم التدفق المالي الثالث من برومو ميديا فعمل مشاكل في الانتاج وعمل مشاكل في صرف المرتبات أنا في واحد سألني مبارح قال لي أنا بصراحة مددقى تامر من الحالي ومقلتولي قال لي مش بقول لها برنامج ساعتين ساعة فيه اعلانات قلتولي طب الحمد لله قال لي ما الحمد لله ما تبضوش ليه طولي سأل استاذيها اوه مصر كلها مين سأل مصر كلها استاذ الاستاذ اهار اه نسأل مصر كلها طايف انا حب لا تلوص مصر كلها بتاعة الميديا موجودة الاستاذ اهار اهلا بحضراتكم وعدنا بعد الفاصل حوار موصول مع ضايفي العزيز الاستاذ ايهاب طلعت اهلا بيك مرة تانية يا استاذ ايهاب اه عندنا وقت قليل فعايزين ردود تلغرافية على ملفات كتير واحد منهم اللي احنا كلمنا فيه قبل الفاصل مباشرة وهي فكرة نسب المشاهدة اه مين اللي بيحدد نسب المشاهدة على اي اساس نقدر نقوم ان القناة دي عليها اقبال وعليها مشاهدة فبالتالي اعلاني بتاعها يسوي كذا واللي عبناءنا عليه حضرانك بتسوى وبتبيع القنوات اه الحقيقة المفروض بس مش ده اللي بيحصل لان ان فيه شركة كانت او شركتين بيعملوا نسب مشاهدة وكان زمان بيتاخد بيهم كويس اه الشركة دي اه بعد المهازل اللي عملتها الفترة اللي فاتت اه بشكل اه فج و شكل يعني يعني مش عايز الحقيقة ان انا استعمل لفظة اكتر من كده ان هو بقوا يعني فيه فجر في نسب الابحاث والحقيقة ان المعلمين ما بياخدوش بيها لان لو كانوا بياخدوا بيها فيه قنوات كتيرة اه الوضع الان بحاش بياخد بنسب البحوث دي خالص 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 خانات الحياة هي القناة رقم واحد في مصر بلا منافس بلا منافس مصر دي ده طبعا مش جاردن سيتي مش عشان انت موجود عندي لا 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 انا مقتنع بدا ومقتنع بيه من قبل ما سوق قناة الحياة مم قناة الحياة هي قناة رقم واحد هي رقم واحد ما فيهاش كلام مصر يا جماعة مش جاردن سيتي والموانسين والزمالك ها مصر من فوق لتحت ومن الشرق للغرب هي دي مصر ومحافظاتها بقراها لا 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 ومش موجود الكلام طب احنا ليه ما عندنا شركة ابحاث معتمدة والله احنا حاولنا كتير انا سمعت بنساعد غرفة صناعة الاعلامة التعمل وقال ان احنا بنحاول نعمل بنحاول هو الحل في الجهاز هو لازم الدولة تساعدنا وده اللي طلبناه وانا طلبته قدمت الاقتراح مش كلا ان احنا ما عندناش كيبلز لا جهاز بيتحط على فوق التلفزيون بتعمل شرايح معينة هو النهاردة هل ينفع النهاردة قيم مصر على الشركة اللي شغالة دي دلوقتي اللي هي يعني على 500 عينة 500 واحد هما اللي حددوني نسب المشاهدة اللي بتقولها حضرتك ما هي 500 هما 500 وبيتوجهوا في التلفون الاسئلة ايه كمان اه طبعا انا عايز اقول ايه الحياة هي او الحياة اليوم او لا انت بتتفرج عالتوكش اقول له ايوه ايه بتتفرج على تامر امين هيقول له ايوه لا ما تقول تامر وعلي ومحمد صح هيقول يختار هو مش انت بتوجهه هو ينفع يا استاذ تامر ان قناة الحياة تبقى زاعة مباراة مثلا الزمالك وامبي يطلع رقمها اقل من قناة تانية عشان ما نطلعش قناة الحياة طلاعي الجيش والدخلية الناس بتاخد ست نوعة ونص والزمالك وامبي على قناة الحياة بتاخد نقطتين يا سلام ورغم كده الناس المعلين بيحطوا في قناة الحياة قناة الحياة هي القناة رقم واحد في مصر بلا منازع قناة الحياة بتاخد مصداقية وتقدم كبير جدا وسيقة المعلين يبدأت ترجع من اول 2015 للنهاردة قناة الحياة من اول 2016 طايرة ومحاجد الحقيقة في الاعلانات وانا بقولك وده هيحصل في رمضان وبأكد هالك قناة الحياة هيبقى لها وضع في رمضان مفاجأة للناس ايه رأيك في التوليفة بتاعة خريطة رمضان على الحياة رائعة 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 اكتر من رائعة وانا كنت متطمن على فكرة وحصل كلام كتير بيني وبين محمد وانا متطمن ان شاء الله بإذنك رب بإذنك رب متطمن بينين مش انا رجل مش بتاع سيروميك ولا رجل بتاع ترمس ولا رجل بتاع انا رجل بتاع شغلانة دي انا اسف ان انا بقول يعني ما قصدتش اي تلميحة على انا اقصد اقول ان انا بتوع السيروميك بيفهمهم في السيروميك بيفهمهم في السيروميك لك انا ما قصدش اي حاجة برضه عشان لو ما قصدش انا اقصد اقول ان انا راجل بتاع شغلانة دي جاي منين الكلام ده من خلال احساسي بالوكالات المعنين اللي هي مستمرة من صباحة ربنا الاخر اليوم سبعة يام في الأسبوع جدا ومع ذلك فيه دروبات مالية ده بيبقى سببه ايه بيبقى سببه حاجات كتير ما هو بيبقى سببه حاجات كتير بص يا بي التدفقات المالية ممكن تبقى موجودة لكن ممكن بيبقى فيه فجوة لازم تتسد هي بتتسد مع الوقت فجوة مالية موجودة لفترة معينة ده عشان التحصيل بيجي على دفعات بيجي على دفعات زائد ممكن يبقى هو الفجوة دي بتنقص بتنقص غاكما تلحم وتكمل عادي يعني الفجوة دي ما تقديش من جير قنوات مش مكملة مش مكملة لا مع المحطات اللي فيها اعلانات واعلانات وإراد قوي ما تكملش لا لازم خلاص الفجوة دي هتقفل وتمشي انا بعيد تاني مفيش تضرب مصالح عشان بس لو انت بتلمح ايوا انا بالنسبالي اهم حاجة عندي عقد برومو ميديا مع قناة الحياة هو ده الاساس عندي هو ده الاساس ده الاساس عندي ده الاساس اللي ببني عليه طب انت قلتلي قبل الفاصل ان انا هعمل دعم كامل لابو هشيمة دعم ازاي لا 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 احمد ابو هشيمة زي ما قلتلك صديق لو عادنا نضحك انا وانت طبعا وعلى فكرة صديقي جدا اه 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 انا بديله الدعم لانه كراجل انا كراجل اخو دعم استشاري لا انا مصلحة برومو ميديا بالنسبة لي اهم حاجة عقدي مع قناة الحياة كبرومو ميديا هي اهم حاجة اهم حاجة احمد صديقي النهاردة اتفقنا ما اتفقناش في البزنس ده موضوع انما انا اديله دعم كاخوية اقول له احمد لان انا بفهم وعارف احمد ان انا شوية بفهم في الشغلانة دي يعني عندي شوية خبرة فهو لو احتاج اي حاجة انا بديله الدعم كصديق اديله لا احمد النصيحة في كل حاجة لكن الاولوية لها بتطلعط بالنسبة لي رومو ميديا وعادها مع الحياة الحياة عقد الحياة ده اهم حاجة عندنا والحمد لله على فكرة في نجاح اه في نجاح وده اللي مجنن الناس في نجاح قوي الحياة تحطت على هي موجودة طبعا الحياة رقب مكانت مش انا ممسكتها بقى اتنين برا واحد ده الحياة من وانا في لندن ومن قبل ما تطلع القناة دي رقم واحد وانا يمكن الدكتور سيد اتكلمت ويومها لما شفت طول القناة دي هتبنى ابر واحد عندي خبرة كده وعندي سنس معين واتكلمنا انا وانت اتامر لو انت فاكر لما جيت راح قناة الحياة قلت لك اتامر انت هتروف حتة تاني والحمد لله ما شاء الله النهاردة الرونق بتاعك ابتدى اتشفت الدنيا مع كل الاحترام لبقية القناوات لا الحياة لو تقال ايه هنا بيتشاف وبتعمل وكتا انا مختنع وطول عمري مختنع ان قناة الحياة هي القناة رقم واحد من قبل ما ناجي ولما جيت ولما بتقيت اتسوقها والنهاردة ولا قدر الله لو حصل في الامور امور او ما سوق ناجي طيب انت قلت انه اهم حاجة عندك هي برومو ميديو مصلحة برومو ميديو في العقد بتاع اه طبعا اه الحياة طبعا هي برومو ميديا برومو ميديا لازم تدافع عن حقوق برومو ميديا طبعا القصة ان احنا سمعنا كتير عن برومو ميديا لفترة اللي فاتت انه تم ضخ فلوس المهانس ناجيب قال انه تم ضخ فلوس يمكن يصل رأس مالها ال 500 مليون جديد وانا معلوماتي مضبوطة وان حصل في اجتماع بقى المهانس ناجيب هو رئيس مجلس الدارة وانت احتفطت بمنصبك كعضو منتدم هل ده توزيع ادوار هل ده بسبب خلاف معين حصل مع المهانس ناجيب طيب كويس ان حتك قلت الكلام ده لان انا بيوصال ناجيب طب خلينا نسأل سؤال لو هو في خلاف بينه وبين المهانس ناجيب البيان اللي قاله مهانس ناجيب قال 3 حاجات في البيان المهمين قال السبب ان هو باع اون تيفي نظبوط وخلاص الكلامنا فيه قال انه حيوجه استثماراته لبرومو ميديا حيديها الدعم المالي والاداري والمعنوي وان لو فيه دروب مالي معين الشركة فيه فهو بيرفع رأس المال وبيقول وهو رئيس مجلس ادارة انه هو ناجيب اللي في الواكهة كراجل مسؤول ماليا عن اي حاجة في الشركة دي وانا جيت اهو يا جماعة رئيس مجلس ادارة فلو فيه مسألة مالية انا معي زي طبعا خبرته الكبيرة في مجال الادارة وانتوا يا راجل رانكد ما شاء الله مش هتكلم عن مالس ناجيب ولا هو مجال تقييم وكان ممكن يسكت نقطة وفول ستوب ويكمل وغلاص وسلاموا عليكم هو بيقول ايه قال لك وخبرة الفلان الفلاني العضو المنتدب اللي حيودي الشركة في افاق جديدة يعني يعني ايه يعني ما هو ده كما تمسك حياتك السجل التجاري الصلاحيات اللي كاتبة وجودة لي انا كنت عضو منتدب والموانس ناجيب رئيس مجلس دارة وبعد انبياءة انا رئيس مجلس دارة وموانس ناجيب عضو مجلس دارة عادي ودلوقتي هو رئيس مجلس دارة انا رئيس مجلس دارة انا عضو منتدب امسك السجل التجاري في التلاتة هتلاقي الصلاحيات واحدة لم تتغير صلاحياتي مازالت هو بيدير راجل أو الهيكل اللي حصلت في برومو ميديا لسه ما شفناش تأثيراته على تعاملاتها في السوق عشان بقاله ثلاث يام يا بي بقاله ثلاث يام ما احنا مصابرين بقاله ثلاث سنين لا 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 اليوم بيفرق لا 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 انا عايز اقولك على حاجة شركة برومو ميديا يعني التأثيرات دي هنشوفها اه ده موضوع تاني على فكرة يعني برضو حتى لو فيه فجوة زي ما قلت الحطة زي كانت موجودة في محطة لا ما بتكلمش لقتي على تأخير مصروفات او تأخير تدفقات مليئة انا بتكلم على فكرة توزيع طرس المال في البزنس طبيعي ان شركة كانت 4% من السوق النهاردة بقت فوق 30% من السوق طبيعي جدا ان ممكن في الفترة دي على ما تطلع ان يحصل حزة مليئة بسيطة الراجل تلع وقال انا مدعم الكلام ده كله انا في الظهر وانا 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 واضح ده نجيب اللي بيقول الكلام يعني اخذ بالحطة وزي ما برضو رد على حضرتك في الحطة دي نقطة من السوق وعايز اقول له حطك على حاجة برضو المهانس نجيب شايف ان عقد خناة الحياة هو عقد مهم جدا وده قراره معايا ان الحياة هي بالنسبة لنا هي الاولوية الاولى في معاد خدتوه بعد الاجتماع الاخير بالتأثيرات الجديدة بالسياسات الجديدة بان احنا هنقفل صفحة كل المتأخرات المالية وحنبدأ بشكل جديد وانا عارف ان انت دايما كمان بتحب الاعلان العامي انا متوقع ان ربما هنحضر حفلة قريب مزبوط طبعا طبعا انا عارف دماغك لازم لازم هيحصل بس الوقت طبيعي ان رمضان هيحصل تأذيم لبرامج الحياة ان شاء الله بإذن الله وده محضرين لها بقالنا شهر شهر ونص قبل حتى ما يحصل اي حاجة في الامور امور احنا محضرين طبعا للمعلنين وللوكالات حفلة هنقدم فيها شغلنا الطبيعي اللي هو بنعمله طول عمرنا هنعمل حاجة جديدة كمان لنلي وشيرهان مفاجأة هنعلن عنها الاسبوع اللي احنا فيه دهوات اللي داخل علينا خيس هنقدم المسلسل بطريقة اول مرة يتعمل فيها وكل التحية والتقدير كمان لشريكي وابني صغير هشام جمال رزنامة اللي اشركنا في المسلسل وتحية برضو للفنانة كبيرة دنيا سامير غانم والفنانة كبيرة امي سامير غانم وكل فريق العمل ان شاء الله بإذن الله نلي وشيرهان من الحاجات اللي بنراهن عليها جدا في رمضان والله انا شايف انها هتبقى من الحاجات المهمة اللي هتسيب علامة كبيرة قوي قوي في رمضان وزي ما كان النجم الكبير سامير غانم علامة كبيرة في رمضان من زمان من ايام الفوزير مع السلاسي وبعدين فطوطة كمان شايف ان بناته ما شاء الله حيبوا علامة من علامات رمضان وخصوصا دونيا كمان مع ايمي لكن ما فيش معاد محدد لغلق الصفحات القديمة يعني ماشي الصفحات القديمة دي فاندم هي مغلقة يعني بتغلق بتغلق حتى من قبل حكاية الموانس نجيب هي حتتسرع غلقة يعني حتتسرع غلقة لكن هي بتغلق شركة برومي دي شركة لها عندها قوة في السوق ووه الاخر بخبرتك كده سيبك من رمضان رمضان ان شاء الله حيعدي وعلى كل القنوات وهو بوسم مشاهدة اجباري بالنسبة للمشاهدين توقعك ايه لقريطة القنوات بعد رمضان النص التاني من 2016 وبدأت 2017 هل في قنوات حتستمر بشكلها هل القنوات حتقع هل في قنوات جديدة حتضخ الخريطة هتبقى عاملة ازاي بص بي توقعي لغات سنة 2016 بعض القنوات بعض القنوات مش هتبقى موجودة على المشهد زي ما كانت اخد بال حضرتك بس مفيش حاجة هتطلع مفيش حاجة هتطلع بس في حاجات من الموجودة هتتهزه هزة جبدا اه ده باين يعني ده باين من اول السنة يعني في قنوات ابتدت تتأثر صحيح في قنوات ابتدت تتأثر صحيح فلا هو طبعا بس الحمد لله الحمد لله بالنسبة للحياة والتروبو ميديا لا بالعكس ده يعني شاف انها سنة كويسة جدا على برو ميديا وعلى قناة الحياة جدا ان شاء الله لو ان شاء الله كمان رمضان حيبقى قوي بص الحياة في رمضان يعني انسى ان شاء الله هي قناة لا غبارة عليها لا في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان احنا يمكن عملنا بريزنتيشن في اسوان ويمكن قناة الحياة كانوا موجودين ادارتها متمثلة في الاستاذ محمد سمير وشوفنا البلان اللي محطوط القناة الحياة في 2016 بعد رمضان كمان هتبقى أقوى بكتير من البرامج اللي جاية والمتوقعة والمسلسلات والموضوع الكورة ان شاء الله بإذن الله والآخر فدنيا دنيا زال فل سؤال لابد منه كمان باعتبارك واحد من المهمين في المطبخ الإعلامي والإعلاني هل لمس نوع من التدخل من الدولة في توجيه الإعلام في توجيه القنوات في مستقبل القنوات هل حاسس ان الدولة عايزة تعمل نوع من أنواع الخندقة للقنوات لأنه شافت ان الإعلام أضر شوية بالاستقرار فترة الفتت لا لا أنا الحياة مش لمس مش لمس لا لا خالص ولا واثق ان الدولة ما هو الدولة شايفة يعني الدولة يا جماعة السنة كتير بتتكلم بإسم الدولة دولة شايفة دولة على أعلى مستوى من النضج والفكر والكلام واضح وبعدين هو النهاردة ايه القنوات اللي موجودة قنوات كلها مملوكة لرجال أعمال مصريين شرفاء موجودين وكلهم بيتم التنصيق بينهم وبين دولة أنا مش شايف ان في حد ماشي بره اللاين ولا بره التوجه اللي احنا كلنا منصبين عليه ان بلدنا تقوم لكن في النهاية أنا ما لا لا بعد قدش لا لا في 30 ثانية كده اه لا جبت سريعا يعني زي برامج رمضانية نسبق رمضان واحد ندمان على تجربة البيت بيتك الجديدة اه ايه ايوة اه مش اه اه متضايق متضايق لان مش ده اللي هم وعدوني بيه مش ده اللي كان موعود انا بيه ان هيحصل اه وكدت غلطان لان انا كان لازم افضل اه حطت ايدي وعمل فول كنترول على الموضوع ده وموضوع ده مش هتكرر تاني مش هتكرر لا لا مش هتكرر ان البرنامج هيطلع بس مش هتكرر ان حد ايديه عليه غير تمام هيطلع فين ولا لسه ان شاء الله هنعلن قريبا قريبا طيب هتيجي لبيت بيتك هتا بتاع يا سيسا زي ما بتاعك انا ليا فيه زيك بالظبط لا لا احنا مفصلين بيك في الحياة اليوم جدا ربنا يخليك يا حبيب اه اه الدوري الجديد مع برو ميديا ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله بإذن الله بإذن الله خلي بالك الموضوع ده يعني مع احترامي لكل اللي بتقال اولا يعني معليش ممكن تديني دقيقة بسرح 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 ده هو راجل محترم جدا ورائد في التسويق الرياضي محمد كامل اللي بيعمله ده محنش عامله قبل كده فكانت الناس بتجري منه دلوقتي بيروح عليك انه بيحطوه في المكتب ساعتين عشان يقبلوه محمد كامل النهاردة عمل طفرة من خلال ان هو الراجل قعدنا مع بعض سوقنا الدوري بشكل جديد جدا والناس شافت النجاح فكالعادة الناس عايزة تركب عن النجاح انا اللي خدت الرزق انا اللي ابتديته رومو ميديا انا اللي عملت النهاردة الدوري الناس عملا تتكلم عليه عقدنا واضح جدا مع محمد كامل احنا مكملين احنا مكملين في الدوري بإذن الله والموضوع ده ان شاء الله بإذن الله هنعلن عنه قريبا جدا بعض الأوراق بتخلص وهنعلن عنه للناس في احتفال لم تشهدوا لم تشهدوا من قبل الوسط الرياضي المصري ومكمل ان شاء الله في الحياة بإذن الله ان شاء الله هلا داك أقال أخرى انا سعيد ومتشرف وبارجع أقول الحياة يا القناة رقم واحد في مصر اللي احنا كبرومو ميديا متشرفين وانا ايهاب طلعت متشرف جدا جدا ان احنا فيها الاولوية في برومو ميديا عندنا للحياة وان شاء الله بإذن الله خير وانا بشكرك ويا رب تعاون ده يثبر المصلحة المشاهد هو دا الأهم والإعلام في مصر ينطلق بالأمام شرفتليه الزهاب شكرا وما تغيبش عنا كتير ده شرف لي شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا